ام عايزة اقول لحضراتكم بس حاجة بسيطة بالامس احنا كنا بنتكلم على الشائعات اللي طالت موضوع زيزو والشائعات وجبنا بعض الفيديوهات لبعض الشخصيات اللي اتكلموا على موضوع زيزو وقالوا ان هو طار خلاص وراح الى الريان القطري احنا ما جبناش حاجة من عندنا دي فيديوهات حضرتك انت اللي قلتها وفجأت بيه بعض الناس بيبعتولي رسائل عتاب اللي طلعوا في الفيديو يعني طب انا زنبي يعني احنا هنا قناة في قوية قناة نادي زمالك دورنا ان احنا نبين الشائعات والحقيقة ايه وده اللي احنا عملناه منتهى المهنية في شغلنا عملناش اي حاجة حضرتك انت اللي تبرعت وحضرتك انت اللي قلت وطلعت وقلت ان زيزو طار والنزيزو مشي والنزيزو توقع والنزيزو بعد مباراة قطر مش هيرجع مصر وهيضر في قطر انت اللي قلت انا ما قلتش ودورنا هنا في قناة الزمالك ان احنا حضرتك نبين الحقائق طلع المشتر الملتنى منصور اول انبارح ووضح الصورة جبنا كلام المشتر الملتنى منصور وجبنا كلام حضرتكو في الفيديوهات اللي انتوا عاملينها ولأنتوا كنتوا يعني مليين السوشيال ميديا بالزعيء والهتاف وزي ما يكون الناس فرحانة النزيزه مش هيعد تحس إنه حاجة غريبة جدا طب إحنا ما بنقولش حاجة إحنا هنا في قناة الزمالك بندافع عن حقوق نادي الزمالك وأيضا بمنتهى المهنية والحرافية في المهنية بتاعتنا إحنا جبنا الفيديوهات وعلقنا عليها بمنتهى الأدب ومنتهى الأخلاق ولم نسيء لأي أحد ولكن إحنا جبنا الشائعات وجبنا الحقيقة على لسان المشتر المرتضى ودمتم هنا دورنا إن إحنا نبين الحقيقة فقط وليس غير الحقيقة النهاردة الفريل أول تجمع الحقيقة في نادي الزمالك وتدريباته بدأت وكل اللعيبة انتظمت بدون استثناء باستثناء بعض اللعيبة اللي جاية من الإعارات كانت موجودة برا وأيضا بعض اللعيبة اللي كانت مصابة اشترك كل اللعيبة الحقيقة وكان تدريب الحقيقة كان أولا تعارف بعض اللعيبة اللي كانت غايبة عن التدريبات مع اللعيبة الضيوف اللي جوم نادي الزمالك صفقات المحترمة اللي أبرمها مجلس الإدارة بالآلس ومن شاء الله محترم نصور مع بعض اللعيبة اللي نتوسم إن شاء الله بإذن أنهم يكونوا موجودين بصورة قوية جدا في نادي الزمالك وإضافة قوية نادي الزمالك وده اللي احنا بنتمناه وبنأمله أنا عايز برضو الصفقات دي يعني احنا منتظرينها كلنا منتظرينها لكن من خلال الفيديوهات اللي احنا جبناها مبارح سواء لبريمان ضايت سواء لزكريال وردي وحضراتكم عارفين أحمد أيمان منصور فيه طبعا مستوى مرتضى قال إن عمر كمال إن شاء الله يبقى موجود في الزمالك فيه جلسات خاصة دلوقتي مع بعض الأندية رحلات مكوكية كده بيقوم بيها أمير مرتضى لضم بعض الصفقات وإنهاء بعض الصفقات اللي نادي الزمالك محتاجها في الفترة القادمة إن شاء الله تكلل هذه الأمور بالنجاح بالتأكيد كلنا في ظهر مجلس الإدارة في ظهر اللعيبة في ظهر الجهاز الفني المباراة القادمة هي مباراة يعني مباراة شرفية ولكنها تاريخية وانا قلت تاريخية ليه لما نادي الزمالك هذا الكيان الكبير يدعى إلى افتاح استاد سيقام عليه افتتاح كأس العالم وختام كأس العالم ده شرف ما بعده شرف الزمالك لوحده هو شرف إن الزمالك يشارك في أي بطولة ولكن هو أيضا شرف لنادي الزمالك إنه يفتتح هذا الاستاد وهو ضيف هذه المباراة الافتاحية يعني مثلا احنا متعاودين دايما جماعة ايه إن الافتتاح ده بيبقى المباراة الاولى لكأس العالم افتتاح البطولة وافتاح الاستاد لا ده هم عملوا تقليد جديد بطل الدوري المصري مع بطل الدوري السعودي ونادي الهلال طبعا له كل التقدير والاحترام وحيلعب الزمالك أمام الهلال يوم تسعى إن شاء الله في استاد لوسيل في قطر إن شاء الله بإذن الله نادي الزمالك يخش هذه المباراة وعنده إصرار وعزيمة إن شاء الله أنه يكسب هذه المباراة احترمنا وتقديرنا لهلال مرة أخرى نادي الهلال من الأندية الكبيرة جدا جدا وتغير الحال تماما في الهلال السعودي معا المرة اللي احنا لعبناهم فيها في كأس السوبر المصري السعودي بالتأكيد بالتأكيد طبعا نادي الزمالك بيعيش هذه الأيام أيام سعيدة جدا أيام انتصارات أيام الحقيقة كنا منتظرينها بشوق الفترة اللي فاتت كنا بنعاني بنعاني معاناة شديدة جدا جدا قبل انتخابات مجلس الإدارة اللي نجح فيها المشارة المرتضى كنا بنعاني معاناة شديدة جدا جدا حقيقة من خلال الأوضاع اللي كانت موجودة جمد المجلس وما نعرفش ليه في فترة كنا فترة اللي هي بدأت القيد بقى وبدأت الحاجات اللي هي اللي نادي يقف على رجله وكل ما نادي الزمالك بتلاقيه شم نفسه وتلاقي فيه على بعض العرقين اللي بتقع قدامه علشان تعطل من مسيرة الزمالك ولكن ربك سبحانه وتعالى موجود دائما وابدا في توقيتات معينة بييجي المجلس مشار مرتضى أو مرتضى منصور بالتحديد بييجي بيصحح أوضاع كثيرة جدا داخل نادي الزمالك فيه أوضاع كثيرة جدا صحيحة من نادي الزمالك نادي الزمالك جماعة تحول بنسبة 180 درجة عفوا 180 درجة احنا كنا بنعاني معاناة شديدة جدا جدا من كل شيء من انشاءات هملت من ناحية مادية الحقيقة كانت تحت الصفر زي بقوله لعيبة بتمشي لعيبة بتمشي من نادي الزمالك بفعل فاعل لو موجود المجلس بتاع المشار مطلع ما كان احد هيخرج من نادي الزمالك بهذه السهولة وهذه البساطة لمجرد ان انا عايز ارشين عشان افك زنقة ما ينفعش ده الزمالك اسم الزمالك كبير جدا تقدير واحترام لكل الناس اللي اشتغلت ولكن هل بنتكلم على اسعاد الملايين اهم من جامع الملايين زمال المشار مطلع رجل جملة لخصت حاجات كتيرة جدا 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 قالها في مداخلة يوم الجمعة ودي حاجة الحقيقة تحترم طب ما انا عندي مثلا لعيب سين من اللعيبة ما جاي له عرض زي يزيزو خمسة مليون دولار مبلغ ميت مليون تكلم في ميت مليون جنيه لأ قال لأ تعال يا يزيزو عايز ايه قعد خلص امضي وقع شكرا ايه لغ الشرط الجزائي ايه ده فيه كده في الدنيا الحاجات دي كلها جماعة لابد انها ما ننسهاش لان احنا ما ننساش احنا كرياضيين بنعيش الاوقات الصعبة دي بمنتهى المرارة انا عارف ان الجمهور برضو بيبقى زعلان لكن حضرتك ما بتسألش يعني الجمهور ما بيسألكش ما حاجة بيسألك احنا اللي بنسأل في الشارع يا جماعة في ايه يا جماعة الزمانك مالو يا جماعة الزمانك مش عارف ايه كل ده احنا الواحد فعلا بيبقى ماشي في الشارع حزين وان الناس دايما بتقول يا جماعة في ايه يا جماعة في ايه انت بتجاوب على كل الناس لو في نفس الوقت برضو الفترة دي لا ولا اروع ولا احلى ولا اجمل من كده استقرار اداري استقرار مادي استقرار فني جماهير سعيدة جماهير بتفرح الادارة بتمدق ديها للجمهور نادي الزمالك في كافة انحاء الجمهورية بيروح هنا بيروح هنا بيروح هنا شفنا استقبال الفريق الاول في كافر الشيخ مثلا شفنا استقبال الفريق اول في الجونة استقبال الفريق اول في اسكندرية لا بتتكلم فيه يعني ملحمة لجماهير الزمالك توافقت مع ادارة نادي الزمالك انها توفر ليهم سبل الراحة عشان ينتقلوا بارتياحية كبيرة جدا ونوع من الكرامة الجمهور لان انا كرمتي من كرم كرمتي الجمهور من كرمتي انا لما الجمهور بتاعه يتعب انا بتعب ده فكر الادارة اللي موجودة دلوقتي بالأسة المشهر المتضى لما جمهوري بيتعب انا كمان بتعب لا ده انا اوفر له الراحة يبقى انا اعمله عنده كرامة كرمتي من كرمتي وبالتالي انا سهلت له الانتقال الى كل الملاعب في الفترة الاخيرة الحارجة اللي كنا محتاجين فيها جمع نقط فقط وليس اداء ولكن انت كنت بتفاجئ الحقيقة باداء وجمع نقاط حاجات كتيرة جدا اتعاملت في السبع تمن شهور اللي فات دول حقيقة شابوه مجلس الادارة بالأسة المشهر المتضى ولسه ولسه جاي فيه صفقات تاني ان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقهم ان شاء الله في اسعادكم دايما لان فيه فعلا صفقات او لعيبة مميزة لسه هتيجي في نادي الزمالك انا معرفهمش انا معرفهمش الحقيقة عشان محدش يقول لي انت لا انا والله ما اعرف حاجة لكن انا بتكلم من خلال الاخبار اللي بتتناولها بعض المواقع واللي طالع من النادي الزمالك ان فيه والمشهر المتضى نفسه قال وامير قال سيبونا يا جماعة نشتغل في هدوء انا نفسي نشتغل في هدوء وده مهم جدا جمهور الزمالك ماستعجلش الادارة انك انت ماستعجل الادارة وتضغط عليها اللعيب يستغل هذا الكلام مفيش لعيب يا جماعة اكبر من الزمالك الزمالك اكبر من اي حد الزمالك اكبر مننا كلنا فانت ما تضغطش على الادارة سيبي الادارة تشتغل وهم عارفين كويس اوي دورهم وعارفين كويس اوي واجباتهم يعني انا مش هروح اقول لهم والله يا جماعة الحق وزيزو ده رزيون العيب كويس يعني هما مش عارفين نزيزو العيب كويس اكيد عارفين مش عارفين ان الرؤى اشرف رؤى العيب كويس اكيد عارفين ومش فيه مدير فني مش فيه مشرف عكورة مش فيه رئيس نادي مش فيه مجلس ادارة مش فيه لجلة كرة كل الكلام ده ما هو الناس دي شغالة خليط نحل يعني حضرتك انت ريح نفسك او نريح نفسنا كجماهير ونتفرج على فرقة الزمالك اللي عمل الفرقة دي 14-15 موجود معانا مجلس اللي موجود او الراجل المرترم منصور موجود عملها 14-15 قادر بعون الله بفضل الله ان شاء الله انه يعمل زيها بالزبط فما تقلقوش نادي الزمالك امانة في رقبة الناس دي والناس دي صينا الامانة صيناها بشكل جامد جدا انتو ما تعرفوش الراجل بيمشي في النادي كم ساعة في اليوم بيعمل ايه كم ساعة ما هموا يقعد في المكتب ومروق وده يمشي انت وروح انت ويعمل هو ممكن يعمل هذا الكلام من المكتب فوق لكنه بيباشر المواضيع بنفسه وده سبب نجاحه وسر نجاحه وسر حب الناس داخل النادي والاعضاء والجمعية العمية داخل النادي وجماهير الزمالك كافة في انحاء الوطن العربي اكيد بالتأكيد ما فيش شكة جماعة ان الامور في نادي الزمالك رايحة للافضل رايحة للاحسن فثقوا في ادارة نادي الزمالك وخليكوا وثقين في ادارة نادي الزمالك سندوا وشجعوا فقط ليس الا اللهم بلغت اللهم بشهت